ثم يقول الله عز وجل يحكي قصة ناس منافقين أرادوا نصرة يهود بن النظير ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد وإنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله لا إله إلا الله ذلك بأنهم قوما لا يفقهون يتحدث عن المنافقين الذين كانوا يرون يريدون أن ينصروا بين النظير ثم يتحدث الله عن أنهم لن يخرجوا معهم وإذا خرجوا سيولون الأدبار وأن هؤلاء المنافقين يخشون وربما معهم اليهود لأن الآيات القادمة هل هي في اليهود أم في المنافقين يظهر أنها في المنافقين لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم يعني المنافقين ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله يعني المنافقين ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة هذا قد يعود الضمير هنا لليهود وقد يشمل الأثنين اليهود والمنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو موراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذه الآية البعض يحصرها على اليهود فقط بينما هي في المنافقين أيضا لأن الله يقول ألم ترأي الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ثم بدأ يصف الذين نافقوا فلعل هذه الآية أصلا ربما هي خاصة في المنافقين لكن نقول أنها مع اليهود دخول اليهود للمنافقين هم كما قال الله هم إخوان مشتركون في الصفات عندما يقول الذين قالوا لإخوانهم لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فالصفة النفاقية الصفات النفاقية والصفات اليهودية هنا في هؤلاء اليهود الخاصين يلتقون يلتقون في في الكفر وإذا التقوا في الكفر سيكونون أشد رهب يعني لا يرهبون الله ولا يفقهون ولا يقاتلون إلا في قرى محصنة ومن وراء يجدوا وبأسهم بينهم شديد وهذا واضح من قرأ سيرة المنافقين أو سيرة اليهود سيجد أن الذين كفروا تمام من اليهود وكذلك المنافقين بأسهم بينهم شديد وهذه سبحان من معجزات القرآن أنه يكشفها على كل حال نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغدين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نصوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون وذكر عن فضل القرآن الكريم وانتهينا بهذا من سورة أصحاب الجنة